موسيقى انتهى الاجتماع الذي جمع بين كل من وزير الأمن بني جانس ووزير المالية إسرائيل كاتس بهدف التوصل إلى قرارات بشأن الميزانية العامة دون إحراز أي تقدم فيما رجح مصدر مشارك في الاجتماع إلى الاقتراب من انتخابات كنسة مبكرة ومع اقتراب الموعد النهائي المسلم به للاتفاق حول مسألة إقرار الميزانية أي في الخامس والعشرين من شهر آب يزداد تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي حيث يصر رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو خلافا للاتفاق الموقع برصد ميزانية لعام واحد مقابل إصرار نظيره البديل على إقرار الميزانية للعام الجاري والمقبل وفي ظل محاولات الائتلاف التوصل إلى تسوية اقترح مسؤولنا في الائتلاف حسب ما نقلت الإضاعة الرسمية خطة التوائية تحت إطار التسوية تجري الحكومة فيها مناقشة للتصويت على ميزانية لفترة عامين بحيث توافق الكنيسة في البداية على ميزانية سنوية للعام الحالي وبعد أشهر فقط يتم التصويت على الميزانية للعام المقبل يعود شبح الانتخابات الرابعة في إسرائيل ليسيطر على المشهد السياسي الذي يزداد ارتباكا على جميع الأصعدة إذ أخفق قطبال ائتلاف الحكومي بالاتفاق حول تمرير الميزانية وهذا يعني فيما لو استمر تعنت نتنياهو وإصراره على تمرير ميزانية عام بدل عامين مقابل تعنت جانت رئيس الحكومة البديل الذي يصر بدوره على تمرير ميزانية عامين وفق الاتفاق الائتلافي فإن هذا يعني حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات رابعة مع انتهاء المدة الزمنية في نهاية آب لأن من النحية المهنية الاقتصادية جميع الخبراء يتفقون على أن دولة إسرائيل بحاجة إلى مصادقة بأسرع وقت ممكن على الميزانية من المفضل أن تكون لسنتين لأن هذا يعطي كثير من الاستقرار للمرافق الاقتصادية يمكن أن نخطط لسنتين التسهيلات وإعطاء مخصصات البطالة تم المصادقة عليه حتى منتصف العام القادم لذلك يجب أن يتم المصادقة على ميزانية لسنتين وقد انتهى أمس الاجتماع بين جانس ونتنياه الذي عقد في محاولة لإيجاد حل للخلاف حول الميزانية دون أن يتوصل إلى اتفاق الدولة بحاجة للمصادقة على ميزانية بأسرع وقت ممكن لأن الميزانية هي برنامج العمل للحكومة ومن المفضل أن تكون لسنتين وعلى هذا نحن نتفق جميعا ولكن ما نرى حولنا هو عدم مسئولية هو التعامل بقضايا شخصية وملفات فساد وخلافات سياسية وهذا بالتالي سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي يعني امتمنا باهضا خاصة نحن نتحدث عن 13% التوقعات للعجز في الميزانية الكثير من المحللين السياسيين يرون أن نتنياهو يختلق هذه الأزمة حتى يمنع بذلك جلوس جانز على كرسي رئيس الحكومة أما تقدم الانتخابات فهو يخدم نتنياهو وحده دون غيره وهو يأنه تحت ضغوطات التحقيقات المكثفة التي سيخضع لها بسبب تهم الفساد وخيانة الأمانة العامة وقبول الرشوة هدد مشغل أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات الإسرائيلية بإعلان الإضراب عن تشغيل أجهزة التنفس الخاصة بمرضى كورونا الذين يرقدون بحالة خطيرة وذلك بسبب تدني المعاشات التي يتلقونها مقابل الخدمات الطبية المقدمة بأجر لا يتجاوز الخمسة وعشرين شكلاً لكل ساعة أي أقل من الحد الأدنى للأجور كما وطالب المشاغلون بتنظيم ساعات العمل والأجور خاصة أنه تم إجراء سلسلة لقاءات مع وزارة المالية والمشاغلين لحل القضية بحيث أنه إذا لم يتم التوصل لأي اتفاق مع وزارتي الصحة والمالية حتى الثلاثاء المقبل فسيتم تأجيل العمليات ولن يكون عدد كاف من مشاغلي أجهزة التنفس لمرضى كورونا التهديد بالإضراب يضع وزارة المالية في مواجهة ثانية خاصة بعد أن رضخت في وقت سابق لمتطلبات الممرضات والممرضين بعد عام تقريباً من مماطلة الحكومة في الاستجابة لمتطلبات الطواقم الطبية الأمر الذي أدى لتفاقم الأوضاع خاصة في ذروة تفشي فيروس كورونا الرايات السوداء هي التي تجوب تظاهرات في إسرائيل من الشمال إلى الجنوب باتت تشكل فارقة تاريخية في تاريخ نتنيهو هذه الحركة التي بدأت على شكل مبادرة من أفرادنا اقتنعوا بأن وجود رئيس حكومة متهم بقضايا فساد في سدة الحكم أمر منافل للديمقراطية ومن هؤلاء الأفراد الذين لم تأخذوا احتجاجاتهم في بدايتها على محمل الجد ازداد عدد المتظاهرين مع استمرارهم وموظبتهم على التظاهر بشكل متفرق على المفارق وارتفع عددهم من عدة متظاهرين إلى عشرات ومن ثم إلى مئات المتظاهرين حتى باتت تجذب هذه التظاهرات ألاف المتظاهرين المنضمين والمؤيدين لها على مئتي مفرق على طول البلاد وعرضها تظهر ألاف المتظاهرين كل يوم سبت حتى باتت هذه التظاهرات تأرق رئيس الحكومة الذي حاول من خلال وزير أمنه الداخلي أمير أحانا إقاف المتظاهرين من خلال استخدام الشرطة في هذه التظاهرات تواجد عشرات أفراد الشرطة الذين انتشروا بين المتظاهرين بالزي المدني اعتقلوا وضربوا المتظاهرين أمام بيت وزير الأمن الداخلي أما الشرطيون الذين وقفوا بزيهم الرسمي لم يحركوا ساكناً أمام هذا المشهد المتظاهرون من جانبهم قرروا وفق تصريحات العديد منهم التسلح بغازل مسيل للدموع للدفاع عن أنفسهم أمام ما وصفوه بتآمر الشرطة إذن هو مشهد سياسي يربك نتنياه وحلفائه الذين عمدوا إلى محاولة كسر شوكة المتظاهرين الغاضبين بأساليب غير قانونية وغير ديمقراطية لا يبدو أن حركة الأعلام السوداء ستنتهي أو ستخبو نيران غضبها قبل أن تحقق هدفها وهو إزاحة نتنياه عن كرسي رئيس الحكومة ولكنها تواجه أيضاً منظومة الشرطة التي لا تخدمها فهي هنا لا تخدم الشعب أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أكثر من ألفين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد فيما ارتفع عدد الإصابات الخطرة في المستشفيات إلى 328 إصابة وأفادت الوزارة أن حصيلة الإصابات النشطة بلغت أكثر من 35 ألف إصابة غالبيتها وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية بالحجر الصحي المنزلي أو الفندقي أصدرت الهيئة العربية للطوارئ بياناً دعت المواطنين في المدن والبلدات الالتزام بالتوصيات والإرشادات والتوجيهات خلال فترة عيد الأطحى كما وأكدت في بيانها على أداء صلاة العيد وفق التعليمات الرسمية مع الالتزام التام بوسائل الوقاية واقتصار الصلوات في المنازل لكبار السن والمرضى نها كفة المحتفلين بعيد الأطحى المبارك على تقليص الزيارات العائلية والتهنئة بالعيد قدر الإمكان للحد من اتساع تفشي فيروس كورونا هذا وتتجه الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن رفع الإغلاقات المفروضة على المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع للحد من انتشار الفيروس بظروف استثنائية يستقبل المواطنون عيد الأطحى المباركة لهذا العام بعد تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي تفتك بالقرى والبلدات العربية لسيما البلدات التي صنفت ضمن الدائرة الحمراء قياسا لأعداد الإصابات المرتفعة ولا تحتفى أهلها بشكل مغاير تأرجح ما بين التخوفات والاستبشار بالعيد خيرا الأوضاع بتخوف بالنسبة للعيد تجمعات مش تجمعات هذا كتير بخوف نقدر نعيد مع الكورونا ومع أهلنا ومع ناسنا مع تقييدات ملاش العبط والبوس زيادة عن اللزوم لما أنا شايفتك كنت بخير وبسلامة ونقعد ونعيد ونمسى وننضحك ونأخذ احتياتاتنا كله بكون منيح تشايف الوضع يعني الناس كلها بتحضر حالها الناس كلها مشغولة بس الوضع مش سامح للناس أنه مثل كل عيد بطمين الشيلي الشيلي الوضع بدم رجع لورا الوضع بزير لقدام وإن شاء الله رب العالمين أنه بتفكي هاي الأزمة على الكل وصير تطلع الناس كلهاتها الوضع والوباء اللي منشر في البلاد وبهاي الفترة العدد الإصابات والأمراض الكثيرة فالناس شوي صغيرة متوترة ووضع مشحون شوي صغير بسبب التشار المرض ألاف الإصابات في المجتمع العربي دفعت الأهلاء للاستعداد للعيد بحضر شديد خوفا من تفاقم الأزمة في هذه الفترة تحديدا التي تشهد أرقام الإصابات الأعلى منذ تفشي الجائحة مما جعل الأهالي يسعون لإبقاء مظاهر العيد التقليدية قائمة لكن وسط تقهيدات فرضها انتشار الكورونا لدينا أجواء العيد الصراحة هادي شوي لأن أغلبية الناس موجودة بالحضر البيت بدود أغلبيتها وما ارتفاع نسبة الكورونا أجواء العيد كل ما لها تتنخفض الأشياء والناس محافظة كثير هناك شيء خاص لأنه هناك قيود كثير يحاسين حالنا أنه مقيدين ليس كيف كل عيد ممرء علينا لا يستطيع الواحد يذهب لا يستطيع أن يذهب لا يستطيع أن ينزل فكل هذه الشرطة بتأثر يعني اللي بغضاء عليه بجيبه بجيب الأشياء المهمة والضروريات وبصفش عن جنبه طرف وبصف المعقول لأنه الوضع اللي عاشيه مش طبيعي وقاعد بزيد من أسوأ لأسوأ بالرغم من الركود الاقتصادي والتفشي الكبير للجائحة بالقرى والبلدات العربية إلا أن العيد يبقى فرصة أمل للأهالي فأعداد الإصابات المرتفعة ودائرة الانتشار التي تتوسع يوميا لم تحل دون بهجة العيد التي طغت على الرغم من كافة الظروف الأجواء في البلدات العربية عشية عيد الأضحى المبارك لا تبدو كالأعوام السابقة حيث ترزح العديد من العائلات تحت طائلة أزمة كورونا وإسقاطاتها الاقتصادية مما يبدو جليا من خلال انخفاض القدرة الشرائية لدى قسم كبير من المواطنين العرب الكدرة الشرائية للناس فيه يعني خلينا نقول الفرق واضح بين السنين سابقة واليوم الوباء يعني فيه لأله تأثير كبير جدا على الكدرة الناس الشرائية الوضع يعني لا يستهام به مش هوين فيه فرق واضح يعني هذا العيد شوية الناس حسيتها مش مبسوطة يعني فيه الناس بتشتري وهيك بس مش عم انبساط زي باقي الأعياد يمكن عشان المرض الأوضاع الموجودة فاحنا منتأمل من العلي القدير انه يزيل هذا الوباء ويلجع كل شي تمام ويخبرنا صاحب أحد الملاحم في مدينة شفا عمر عن تراجع كبير في إقبال الناس على اقتناء اللحوم مقارنة بالعيد الماضي بالنسبة للعام بكتير الحركة أقل يعني الزباين قالوا نسبة الشراء ينخفضض أكتر من النص بالنسبة يعني اللي كان مثلا يشتري له بألف شيق اللي صار يشتري بخمسمية اللي كان يشتري بتسعة صار يبقى بأربعة بثلاثة يعني زي تقول عشان يشتروا لهني شي بس فش مش كفاية يمبين انه وضع الاقتصادي عندي الناس يعني يخف شيء له وبيجي كتير الناس يعني محتاجين بطلبوا وهذا يعني مبارح جاني ثلاثة أربعة ناس محتاجين وساعدونه على الأليل انطونا لحم هيك وكذا وهذا يعني مبين ومن أهل البلد مش يعنينا غربية وفصر إيش وكذلك هو الحال في مدينة عكا التي لطالما استقبلت الزوار من كافة البلدات والمدن العربية حيث يشكو تجارها من تراجع الحركة التجارية وسوء الأوضاع الاقتصادية حاليا إسا كل ما الوضع عم بيسير هذا عم بسوء أكتر ما فيش كتير حركة منيحة وإيش عم برجع على وراء كل ماله وإحنا التجار اللي بعكا كتير منستنى المواسم اللي هي أعياد من كل الأديان يعني إذا كانت مسيحية ولا يهودية ولا إسلامية تختلط المشاعر بين فرح باستقبال العيد من جديد وبين غصة بسبب الأوضاع الصحية التي تحتم تباعدا بين الأحباب والأقرباء ومن الأوضاع الاقتصادية التي تحرم العديد من العائلات الاحتفال بالعيد كالمعتاد من يزور رهط في النقب يشعر بالحركة النشطة في أنحاء المدينة ولكن الوضع الاقتصادي في ظل جائحة الكورونا أثر على الحركة التجارية الحمد لله كما ترى أن أجواء العيدة الحمد لله يعني كلها على ما يرام في تغييرات شوية على الناس في تأثيرات بالنسبة للمحالات أبدا الكورونا أما الحمد لله ما في مشاكل عالم هادية والحمد لله رب العالمين نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يألف بين قلوب الناس وقلوب البشار ويعلم ترجع للدين وترجع للإيمان والكل يكون أخو كلهم أخوان إن شاء الله رب العالمين أجواء العيدة الحمد لله كويس أجواء العيد والحمد لله والله سواق على ما هو نافع كله سواق بره في البطين وإحنا يعني قاعدين بنفكر في بعضنا هذا سواق وبنفكر فيه العالم بس قاعدين نظر للسوق يعني أجواء يعني أجواء عيد وذلك بسبب يعني كورونا وضغطات الناس وشغلات زي هيك نتمنى على الحكومة يعني ترعى ظروف الناس وتهبط الأسعار وتنافس شبعض يعني هزي والحمد لله رب العالمين نتمنى أن نكون يعني سنة هذه سنة خير على جميع الشعب الشعوب العربية والإسلامية وكل عام تبخير أصحاب المحلات التجارية ومربو المواشي يقولون إن المآتي من المسر بقيت هذا العام بدون أضحية على خلفية ارتفاع أسعارها وشح الموارد نعم الوضع الاقتصادي بالنسبة للمزارعين وبالنسبة لباقي الناس اللي عاطلين عن العمل وسيء جدا فأنا يعني أعرف أنه فيه ناس اللي كانوا ما بيرضوا أقل من ما أنه يشتري ضحية ويضحي العائلة اليوم ما هو قادر يضحي أبتدى الفقر يبدو على وجوه الناس أبتدى يضرب مضاجعهم في بيوتهم وضرب كمان نمط حياتهم اليومية يعني ما فيه عمولة أن يصرف زي ما كان يصرف أول العمالة تسكرت شغل ما فيه سواق يبيعوا ويشتروا ما فيه يعني كان بيروح مثلاً عدة ألاف من رؤوس الأغنام كضاحي السنة يعني أقل من النصف يمكن الثلث بس الحمد لله اليوم الأسعار كويسة وكل شي جديد وعندنا كمان أسعار كتير كويسة مناسبة للجميع والله الأوضاع سابق على الجميع حتى لأصحاب الشركات حتى بالسوق المركزي كمان يعني بيشكوا من الشغلات هاي بس يعني إن شاء الله ربنا بيوفق الجميع وإن شاء الله أزمي وبتعدي على الكل وربنا يسهلها بين العيدين لم يتحسن الوضع الاقتصادي فحسب بل ارتفع عدد العاطلين عن العمل الأمر الذي كثف من نشاطات الجمعيات الخيرية التي ازدادت الأعباء عليها يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم بعد يوم من تزين الكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة لاستقبال عيد الأطحى المبارك وقد أدى حجاج بيت الله الحرام صلاطي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصرا ليمكثوا في عرفة حتى غروب الشمس وسط مجموعة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية ليؤدي الحجاج مناسكهم بأمان في ضل تفشي فيروس كورونا واقتصر موسم الحج لهذا العام على نحو ألف حج فقط من داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الذي كان من المفترض أن يؤدي نحو مليونين ونصف مليون مسلم مناسك الحج إلا أن تفشي جائحة كورونا أدت إلى تقليص أعداد الحجاج لهذا العام دان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس في بيان لها اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خاصة في يوم وقفة عرفة وقبيل عيد الأطحى المبارك وكانت مجموعة من المستوطنين من جماعات الهيكل قد اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة لتأدية صلواتهم التلمودية ترافقهم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي عاملت على منع المواطنين والمصلين الفلسطينيين من الوصول إلى باحات المسجد عبر إبعادهم عن مسار الاقتحام قبل أن تعتقل عدداً منهم يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بواتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في أربعة أيام الأخيرة وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس عالمياً إلى أكثر من سبعة عشر مليون إصابة وفيما يتعلق بالوفيات وبحسب الإحصاءات فقد تجاوزت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً في العالم من فيروس كورونا وأسجلت ما يقارب مائة وخمسين ألف حالة وفاة كما تسارعت واتيرة الوفيات في البرازيل مع تسعين ألف حالة وفاة تليها الهند التي سجلت خمسة وثلاثين ألف حالة وفاة وفي الوقت الذي عبرت فيه العديد من الدول عن قلقها من موجة تفش ثانية بكورونا فإن كوارث اقتصادية تهدد عدة دول حول العالم بعدما اعتبرت الولايات المتحدة الوباء على أنه أكبر صدمة اقتصادية للبلاد فيما كشفت ألمانيا عن انخفاض نتيجها المحلي بنسبة عشرة بالمئة فيما حذرت فرنسا من تأثير اقتصادي سلبي يبلغ نحو سبعة مليارات ونصف هذا العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة